الأنبياء فرقهم عنا أنهم لا يفعلون شيئا لا يقدمون رجلا ولا يؤخرون أخرى إلا بأمر الله عز وجل فالله أحيانا يأمر نبيا من أنبيائه بأن يتزوج امرأة كافرة أو منافقة أو منحرفة ابتلاء هذا يحصل الله عز وجل مثلا أمر نبيا عظيما من أنبيائه من أولي العزم وهو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج هذه المرأة الكافرة الملعونة ولم يأمره بتطليقها لم يأذن له بتطليقها مع أنها كانت تؤذيه وكانت تحرض الناس عليه وكانت تفعل منكرات ممنوع ليس لك الحق في أن تطلقها أنا أريدها زوجة لك حتى أبتلي بها أمتك وأنظر إلى صبرك تصبر أنت أم لا نفس الشيء فعله مع لوط عليه السلام يعني لوط كما في الروايات الشريفة الله أمره قال له اذهب إلى القوم الكذائيين قوم سوء كانوا يفعلون المنكرات اذهب وتزوج منهم هذه المرأة نحن لا نفعل ذلك احنا لا نختار إذا كنا مؤمنين لا نذهب إلى قوم سوء يفعلون المنكرات نختار منهم امرأة صحيح لكن الأنبياء يفعلون إذا كان بأمر الله عز وجل فعلها لوط تزوج هذه المرأة أو بالله عليك ماذا فعلت هذه المرأة بسيدنا لوط صلوات الله عليه أشياء يعني الإنسان يستحي أحيانا حتى من ذكرها كانت كلما زاره أضياف تصعد على سطح الدار في بعض الروايات تصفق في بعض الروايات تصفر زين تصفر أو تصفر هكذا صفير تصدر صفيرا في بعض الروايات تدخن يعني اطلع دخان حتى أهل القرية يعلمون أن هناك أضيافا عند لوط فلما يأتون هناك تقول اذهبوا إليهم ولوطوا بهم تحضوا على الفاحشة كانت امرأة منحرفة كانت أخلاقيا جدا كانت تفعل ذلك كرارا شيخ ناروية متفق عليها عندنا مروية عندهم مروية أيضا كتب التفسير أي واحد يقدر يروح يراجع أي واحد يقدر يروح يراجع في قصة لوط عليه السلام يجد هذه الروايات موجودة منتشرة الآن بالله عليك من منا نحن مثلا رجال المسلمين مستعد أن يستبقي امرأة بهذه الصفات السهيئة لحظة واحدة على ذمته ولا واحد يقبلها تخيل أن لديك امرأة هكذا تحث الناس على الفاحشة لحظة واحدة تبقيها على ذمتك لا والله يستحيل مستحيل لكن هذا النبي فعلها وأبقاها إلى أن أهلكها الله عز وجل شيخ ناروية مروية يقولون عاش بأنه رمت بحجارة على مائدة أمام النبي وأمام أصحابه هذا ابن عشائر مثلا عربي مرتسوا به شيء يسوي هذا ما يتحمل طبعا يطلقه والروح هذا يذبحه شيخ ناروية نعم معلوم بس النبي تحمل النبي صلى الله عليه وآله تحمل تحمل الكثير من عائشة وحفصة هذا كان ابتلاء لصبر النبي الله يريد أن يرى صبره صلى الله عليه وآله وابتلاء لأمته كما قال أمير المؤمنين عليه السلام وتعلم ذلك منه عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه لما سئلوا هذا السؤال فقالوا إن الله ابتلاكم بها ليعلم أيهما تطيعون إياه أم هي ابتلاء عائش ابتلاء لنا مثل ما كانت زوجة نوح ابتلاء لقوم نوح زوجة لوط ابتلاء لقوم لوط زوجة هود عليه السلام أيضا كانت منحرفة وفاسدة وكانت تسب النبي هود عليه السلام وكانت تحرض الناس عليه وتكذب بنبوته لها قصص أيضا في هذا الخصوص وإن لم تذكر في القرآن الحكيم لكن ذكرت في الآثار في كتب التفسير فهذا كان ابتلاء لا تقارن نفسك أخي السائل لا تقارن نفسك بالنبي الأنبياء لهم أحكامهم الخاصة الله يبتليهم يمتحنهم ويمتحن أمامهم وأقوامهم لا تقول ما اختار ما عرف يختار زوجاته لا عرف لكن كان بأمر الله ليس بيده شيء هو يتحرك النبيش ما ميزته أصلا أنه كل شيء بأمر الله الآن أنت مثلا إذا جاءك عندك بنتان مثلا أنت الآن أو بنات مجموعة بنات وجاءك مجموعة من الرجال الفاسدين الذين أجلكم الله يمارسون الشذوذ اللواطة وتقدموا لبناتك تقبل ولا واحد فينا يقبل صحيح تزوج بناتك للمأبونين لأهل الشذوذ ما تقبل لكن النبي لوط ليس فقط قبل وإنما عرض بناته على هذا الصنف من الناس الله أكبر قرآن قال يا قوم قال ماذا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لماذا كيف قبل على بناته أعراضه أن يزوجهن ممن من الذين كانوا يأتون الرجال أفسقوا الفسق أفجروا الفجر أكفروا الكفر كان مستعدا هم رفضوا يعني لو هم قبلوا لكان قد زوجهم لأنه النبي لا يكذب يعني لا يكون هزليا في عرضه هذا لا بد أن يكون جادا وإلا لا يكون نبيا يقول يعني لما يقدم هذا العرض يقول هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم لا بد أن يكون جادا وإلا لا يكون نبيا صادقا كاذبا والعياذ بالله لكن هم رفضوا ما كانوا يريدون البنات يريدون الرجال نعوذ بالله فممكن أن نتخيل أن شخصا يصنع هذا نعم إذا كان نبيا بأمر الله الله أمره